بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم طاري زدان ودرس جديد في كورس اسد ال الاصدار الجديد. ورجعنا كتان عشان نكمل في ميديول سايبر سيكورتي او الامن الرقمي والنهاردة ان شاء الله هيكون الدرس رقم خمسة في الميديول ده. درس النهاردة من الدروس الجميلة والممتعة في الكورس ده بالنسبة اللي انا شخصيا هنتكلم في النهاردة عن الشبكة. مبدئيا كده ايه هي الشبكة او الشبكة? الشبكة عبارة عن مجموعة من اجهزة الكمبيوتر متوصلة بعضها البعض. ممكن تكون متوصلة بعضها عن طريق الكابلات او باستخدام الكابلات اللي هينا بنسميها الشبكة السلكية او بدون استخدام كابلات اللينا بنسميها شبكة اللاسلكية او الشبكة ممكن تتكون من جهازين كمبيوتر بس او اكتر في ما فوق يعني اي جهازين الكمبيوتر متواصلين مع بعض كده بقى ام شبكة. طبعا ممكن تكون اكتر من كده بكتير جدا زي شبكة الانترنت شبكة الانترنت مكونة من ملايين اجز الكمبيوتر عبر العالم. طب ايه هي اهمية الشبكة? وليه اصلا استخدمنا الشبكات ولجأنا لاستخدام الشبكات? اهم سببين عندي باستخدم عشان ام الشبكة اول واحد فيهم هو تبادل البيانات. تبادل البيانات ان انا اقدر بمنطقة البساطة باستخدام الشبكة ابعت بيانات من عندي لجهاز تاني على الشبكة بتاعتي او على شبكة تانية. فباستخدام الشبكة قدرنا نبعت بيانات. زي ما انت بتخش الانترنت تتحمل ملفات تحمل افلام تحمل اغاني تحمل برامي. هنا قدرنا نستخدم الشبكة في تبادل البيانات. السبب التاني عندي في استخدام الشبكة هو مشاركة المصادر. مشاركة المصادر بمسال بسيط جدا عليها زي مسلا انت لو شغال في شركة او في مكتب فانت مثلا لو عندك عشرين موظف كل موظفيهم لجهاز كمبيوتر وبالتالي انت لو عايز تجيب لهم طبيعات يطبعوا عليها فهتجيب لكل موظف منهم طبعة فهنا انت هتخسر كتير جدا عشان تجيب لكل موظف طبعا لعشرين موظف عندك فبتعمل ايه بتشتري طبعة واحدة بس شبكية بتحطها في مكان عندك في الشركة وبتوصلها على الشبكة بتاعتك وكل الموظفين بتوعك يقدروا يطبعوا عليها ويستخدموها. برضو مسال تاني عندي على مشاركة المصادر هو مشاركة الانترنت او مشاركة مصدر الانترنت نفسه. زي عندك كنا في البيت انت عندك راوتر الانترنت واحد وبتستخدمه انت واخوك وجهاز البيت وجهاز زوجتك ومش عارف ايه. كل اجهزتكم بتطلع على الانترنت باستخدام جهاز واحد بس اللي هو الراوتر. هنا قدرنا نشارك المصدر بتاع الانترنت كلنا وبعض بدل من نروح نشتري الكل واحد في البيت راوتر لوحده. فدي برضو ميزة من مميزات الشبكات. زي ما انت شايف كده قدامك في الصورة كده دي مجموعة اجهزة اهي متوصلين ببعض ممكن يكون متوصلين بكابلات او متوصلين بوايرلس. هنا ده بعض الاجهزة متوصلة بوايرلس اهي. وهنا بيشاركوا المصادر اللي هو ممكن يشارك الراوتر عشان يطلع الانترنت. وبرضو مصدر اللي بيشاركوه اللي هو السيرفر. السيرفر ده يعتبر مصدر انه كلهم بيرموا بياناتهم عليه. وكمان عندك البرنتر او الطبعة كلهم يقدروا يستخدمها ويطبعوا عليها. لو جينا بقى حبينا نصنف الشبكات من حيث حجمها والمساحة اللي موجودة عليها هنصنفهم لنوعين. النوع الاولين اللي هو لان والنوع التاني اللي هو وان. لان اختصار لكلمة ووان اختصار ايه الفرق بين اللان والوان? اللان هي شبكة مكونة من مجموعة من الاجهزة في مكان محدود. وعرض الاجهزة برضو مش كتير. يعني زي شركة زي مكتب زي كافيه. الحاجات دي كلها بنسميها هنا شبكة لان. شبكة صغيرة. مجموعة اجهزة مع بعض متوصلين. ولكن في مكان صغير. بالكتير قوي مساحة تاعتهم كيلو. زي اللي موجود في الشركات مسلا مستشفيات الجامعات الكلام ده كله. دي بتكون اسمها شبكة لان. اما الشبكة الوان هي شبكة على نطق جغرافي اكبر بكتير من اللان. ممكن تكون في دول. ممكن تكون في قارات كمان. شبكة منتشرة عبر القارة. فديس بنسميها شبكة وان. زي شبكة مسلا الانترنت. شبكة الانترنت نوع من شبكات الوان. لانها منتشرة عبر العالم كله. شبكة اللان بقى اللي احنا تكلمنا عنها من شوية اللي قلت لك مجموعة من الاجهزة الصغيرة حاج عرضهم صغير موجودين في مكان محدود متوصلين ببعض. لو وصلناهم ببعض باستخدام او الواي فاي هنا بنسميها شبكة يبقى ايه الفرق بين شبكة وشبكة العادية الاجهزة متوصلة ممكن تكون بكابلات وممكن تكون بعضها متوصلة بويرلس لكن شبكة يعني معناها ان كل الاجهزة متوصلين ببعض باستخدام الويرلس ودي طبعا بعض الشركات وبعض المكاتب بتلجأ لها ان يخلي كل اجهزة المكتب عنده كلهم شغالين ويرلس ما فيش حد شغال بكابلات ليه? بيبقى مسلا المكتب ده معمول من فترة طويلة وصعب ان احنا نقعد نميدي فيه كابلات فبالتالي بنستخدم الويرلس بنجيب اجهزة اكسس بوينت وبنستخدم عشان نربط الاجهزة ببعضها لبعض. عندنا نوع تاني مني شبكات هو نوع شبكة او او هي شبكة خاصة. شبكة خاصة يعني اين? على سبيل المسال موظف شغال في شركة وبعد الشغل بتاعه بيروح البيت الطلب منه ان يعمل مسلا تقرير او يطلع تقرير من جهاز الكمبيوتر بتاعه يبعثه المديرو. هنا كلنا عارفين معظمنا عارفين عشان نعمل الحركة دي عشان نخش على جهاز الكمبيوتر بتاع اللي في المكتب. بستخدم برنامج او برامج الريموت اكسس زي الكلام ده كله. لكن في حاجة افضل من كده واقمن من الكلام ده كله هي شبكة شبكة انا بخلي الموظف اللي عاد في بيته باستخدام برنامج معين. انا طبعا في الشركة بتاعتي بيكون مزبط عندي. وبدي الموظف ده برنامج بس طبعا لابتوب بتاعه وهو عاد في بيته هناك بيعمل بالبرنامج ده على الشبكة بتاعتي. ومجرد ما يعمل اتصال بالبرنامج ده. ويقوله خلاص كده الموظف كأنه جوه الشبكة بتاعتي بالزبط. يقدر يخش على جهاز الكمبيوتر بتاعه. يقدر يخش على السيرفرات. يقدر كمان يطبع ملف على الطبعة اللي موجودة عنده في المكتب. يقدر يعمل اي حاجة كأنه موجود جوه الشركة. ورغم ان ذلك هو موجود فين في بيت. انا عندي مسلا عاسبين المسال الكلام ده انا عامله في بيتي انا. انا رابط بيتي كله على بعضه بالشركة. يعني انا جهاز الكمبيوتر بتاع اللي باشتغل عليه ده مربوط بالشركة. اقدر اخش على اي جهاز في الشركة. اقدر اخش على جهاز اللي في الشركة اطلع ملفاتي في اي وقت مفيش مشكلة خالص. كمان حاط عندي مسلا هنا تليفون في شقة عندي. لو اتصلوا بي في الشركة هناك على مكتبي. التليفون اللي في البيت يرين. وبرد عليهم كأني موجود معهم في الشركة. عندي جهاز بصمة في البيت. ببصم في البيت. وبيروح البصمة بتاعتي في الشركة. الكلام ده كله بيهتم باستخدام. في منه نوعين. نوع يعني تعمل اليوزر. اليوزر بيخش يتوصل بالشركة. وقدر يستخدم الحاجة اللي موجودة جوه الشركة. ده بنسميه لليوزر بس. وفي نوع تاني اللي هو تربط موقعين عندك الشركة بتاعتك. لها فرقة مسلا في اسكندرية وفرقة تاني في القاهرة. وعايزين الناس اللي في اسكندرية ده الفرقة التاني اللي هو الفرقة اللي غير رئيسي الاساسي اللي هو القاهرة. عايزين الناس اللي في اسكندرية يقدروا يستخدموا السيرفرات ويستخدموا كل حاجة مع الناس اللي موجودين في القاهرة. فمش هراها هعمل بقى في اسكندرية سيرفرات جديدة وهراها هعمل هناك وكل حاجة. لأ. انا هربطهم مع بعض سايت والسايت ده. سايت اسكندرية وصايت القاهرة. بيستخدم والناس اللي هنا اللي في اسكندرية قدروا يستخدموا المصادر ويستخدموا السيرفرات وكل حاجة موجودة في السايت اللي موجود في القايرة. هنا استخدام او استخدم نخصية. طبعا خطيرة مش اي حد يسطاوها او يعملها او يشغلها عنده في شركة. لازم للشخص المسؤول عن الشبكة هو اللي بيشغلها هو المسؤول عن حمايتها لان لو اي حد وعد في ايده اليوزر والباسورد بتوقع ده وقدر يخش على الشركة من برة هيقدر طبعا يدمر الشركة خالص لانه بقى عنده صلاحية الدخول على الشركة من اي مكان في العالم وبالتالي ممكن يعني يضرب لك كل حاجة فاذا هو موضوع خطير جدا ومش اي حد بيعمله لازم من السيروتر المسؤول عن الشبكة لان الحماية والتأمين بتاعه محتاجين حد يكون مسحصح كويس جدا عشان يأمن الشبكة بتاعته من اي مخاطر ممكن تجيله من برة عن طريق مهم جدا تعرف ايه المخاطر الممكن تحصلك لو اتصلت بالشبكة بتاعتك او لو حد غير موصوق فيه اتصل بالشبكة بتاعتك لو انت مسلا عندك في البيت مسلا يعني حد دخل على شبكتك بسهولة كده وانتهاكها واتوصل عالوي في بتاعي المخاطر الممكن تحصلك المخاطر الممكن تحصلك ان لو في جهاز في الشبكة دي أو عليه فيروسات فبمنتهى السهولة كل الاجهزة اللي متواصلين على نفس الشبكة هم كمان يدربة فيروسه لو ما عليهمش برامج حماية كويسة ليه بقى؟ لان ديات بتبقى عاملة زي العدوى كده واحد منهم خد العدوى فبالتالي بقى بسهل جدا ينقلها لبيئة الاجهزة لو ما عندهمش انتي فيروس قوي بالزبط زي حياتنا الطبيعية اليومية لو حد اتصاب باي فيروس زي الانفلوانزة مثلا وعطس في وشة حد تاني فبالتالي بسهولة ان التاني دا يتعلي هو كمان تاني سبب اللي هو الخصية انتهاك الخصية والبيانات بتاعتك انك لو شبكة بتاعتك مش محمية كويس واي حد دخل عليها وبالتالي هو قدر يوصل لبياناتك لعي الشبكة دي اللي موجود عليها يقدر ياخده وكمان الخصية بتاعتك قدر يعرف انت بتبعثي بتكلم مين يقدر يتجسس على الشبكة بتاعتك بشكل عام ده بيخينا بقى نتكلم دلوقتي عن اهمية جدار الحماية او الفايرول ده كل وظيفته ان يمنع الاتصالات الغير يعني الغير صحيحة او الاتصالات المشكوك فيها اللي جايلي من بره من الانترنت عايز تخش عندي الشبكة بتاعتك هنا الفايرول بيقف بقى ويشوف بقى كل حد بيحاول يخش على الشبكة بتاعتي من بره من الانترنت يفحصوا بقى يشوفوا هل ده اتصال موصوق فيه فبيعديه او اتصال ممكن يكون متهكر او فيه اختراق او اي حاجة بيوقفوا يمنعوا ان يخش الشبكة بتاعتك ازاي بظبط زي ما انت شافوا الصورة كده قدامك ده كده الفايرول اهو وده الانترنت عموما فبيسمح بس بالاتصالات الموصوق فيها انها توصل لجلس الكمبيوتر بتاعتنا اللي بعد الفايرول ده اما الاتصالات اللي فيها شك انه ممكن تكون خطيرة او فيها خطورة على الشبكة بتاعتي فهو بيمنعها طبعا الفايرول ده عشان الناس تفهموا كويس جدا فيه عندي نوعين من الفايرول ممكن يجيلي كجهاز باشتريه زي الصورة دي كده هو ده جهاز او هو باشتريه او ممكن يجيلي زي اللي موجود على جهزة الكمبيوتر بتاعتنا يعني كل جهزة الويندوز بتاعتنا عليها وحنشوفه كمان شوية طيب الاقوى فيهم طبعا هو الجهاز الشركات الكبيرة بتشتري الجهاز بتاع الفايرول ده طبعا في شركات كتير جدا بتصنع اجهزة الفايرول زي سيسكو زي وزي كتير جدا بيصنعوا اجهزة دي لانها مهمة جدا مهمة جدا 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 يعني ده اللي شغال في شركات الناس اللي شغالها في شركات عارفة ان ده بالنسبة لهم هو ده يعني الحياة والموت لو مش مزبوط كويس ومش عامل حماية كويسة جدا للشركة بتاعته او شبكته ده هو كده بيهدد اكل عيش وممكن اضطرد وممكن تحبس لو مش مأمن شبكته كويس هنا بيجي دور النتوار اللي موجود في الشركات ان هو لازم يأمن شبكة بتاعته كويس جدا عشان مفيش اي اختراق خارجي يدخل الشبكة وفيروس الشبكة بتاعته. طبعا بزي ما قلنا بيحتاج فيها جهاز نفسه هاردوير بيشتريه بيكون بالشكل ده كده بيشتريه طبعا وبيبرمجه وهنا بيكمن دور هو بقى اللي بيقدر يزبط الجهاز بتاعه ده بحيس ان ما يسمحش لاي حاجة فيها شكل انها تخش الشبكة اي حاجة فيها خطورة انها تخش الشبكة بيمنع الحاجات دي كلها. ده كده جهاز اللي قلنا عليه اللي بنشتريه. اما ده اللي بيكون نازل مع بتاعنا العادي جدا وده برضو بيحمي جهاز بتاعنا من الاتصالات الخارجية اللي غير مرغوب فيها. ولكن طبعا هو مش قوي زي الهاردوير وبالتالي ما كونيش اخترعوا الهاردوير اصلا وعملوا جهاز نفسه وكده يحمي الشركات وكده يعني. ولكن بالنسبة ان احنا كمستخدمين عاديين في البيوت بتاع الفايروول ده مع اول نوعا ما. ولكن طبعا في افضل منه كمان اللي هو اللي بينزم على لو جيت لاحزت كده ان اي بتنزله هتلاقي فيه الخاصية خاصة بتسمح لك انها تحمي جهازك من الاتصالات الخارجية الغير موصوق فيها. ده بيكون شكل في الشبكة عموما ده الانترنت وهنا عندك الراوتر بتاعك. فبيتبقى واخد جاي لك كابل الانترنت اللي جاي لك بتاع التليفون ولا حاجة ووصله في الراوتر بتاعك وطبع من راوتر الكابل بقى اللي بيدي الانترنت للشركة كلها. بيركب في جهاز اللي موجود في الشركة وما فيش حد في الشركة كلها بتوصل على الراوتر مباشرة. كله بتوصل بعد او كله كده زي ما نقول بالبلد كده بيستخبى في ظهر عشان لو جي اي اتصال من برة او حاجة هيعدل اول على هنا يمنعه ما يدخلوش للشبكة وبالتالي تبقى الاجهزة دي كلها في وضع امن وسليم. لو فيه بقى جهاز او موظف زاكي بقى وعمل نفسه عبقاري ورح موصل جهازه شغيله من هنا ورح موصله في الراوتر اللي داخل على الانترنت تعطوه مباشرة. كده هو تخطى وبقى بعيدة عن ساعتها بقى مع نفسه بقى ده. لو حصل اي خطورة او حصل اي تهديد امني او اختراق او فيروسات هو حيلبس فيها وحيشيلها. لان هو من نفسه تخطى وبقى مع نفسه كده الانترنت بقى. وبالتالي بقت الحماية بتاعته اقل. فالصح دايما في الشركات انك دايما بتخلي قبل كل جهزة الشركة. مفيش حد يتوصل على الراوتر الرئيسي غير ده. هو ده الراجل بتاعنا ده اللي يسيبه في وش النار وهو يتعامل مع الحاجات بتاعتنا. طبعا اللي قلنا عليهم ده طبعا مش كلهم زي بعض فيه انواع قوية جدا وفيه انواع بتبقى ضعيفة شوية. فانت طبعا كل ما بتدفع اكتر وبتشتري حاجة اقوى بيكون امن لك واحسن يعني. تعالوا بقى دلوقتي نشوف ازاي نشغل الموجودة على الاجهزة بتاعتنا اللي هو اللي احنا بتاع معك بالمنظر ده كده. نيجي هنا ونقول هنلاقي هنا حاجة عندي اسمها هتفتحها كده. لو انت ما عندكش هيزهر لك دول باللون الاخضر وتقدر تتحكيك فيهم. لكن لو انت عندك زي كده انا عندي مسطب اهو. فقال لي خلي بالك انت عندك فالك هو المتحكم في ده. وانت ما تقدرش تقفيله او تغير فيه حاجة لان الكسبر هو اللي مسيطة. طبعا الكسبر خراف يا جماعة. ومن القوية جدا. بصراحة يعني جميل جدا يعني. طبعا لو جيت هنا عندي تحت هلاقي انا عندي الكسبر فعلا شغال اهو. لو شغلت الكسبر كده. هلاقي هنا عندي في هلاقي هنا في في عندي هنا خلي بالك في في حماية اهو متفاعل. طبع ما ده متفاعل عندي في الكسبر كده. بالتالي هو بيلغي بتاع الوندوز. ما نفعش يكونوا شغلين مع بعض. فده يشغل. طبعا اللي موجود في العموما اي هتنزله هيكون اللي فيه اقوى من اللي موجود في طب لو انت ما عندكش او ما عندكش اي اصلا هتلاقي انك تده تتحكم في تعال نوقف الكسبر ونشوف ايلا يحصل لنا. هيكده كده يمين على الكسبر وعمل له اوقف بتاعه شوية كده. هارجع تاني. بص كده ايلا حصل. اهو اتحاول اللونهم باللون الاخضر اهو وبعد اللوقتي اقدر اتحكم فيهم. هنا بتاعي حالته هنا برضو حالته هنا شغال في الشبكات اهو دي دي الشبكات مكتوب هنا حالته وفي الشبكات برضو حالته هنا انا مشغل عندي في في النعم الشبكات اللي هي لو عايز اوقف او اشغاله باجي هنا من بدخل عليها ممكن اعمله وممكن اعمل له هنا ده طبعا خاص بالشبكات وده خاص بالشبكات ممكن مسلا في الشبكة أقول له وفي الشبكة اقول له شبكة اللي هي ممكن تكون شبكتك في البيت يعني اللي خاصة بك انت. فانت ممكن متكونش محتاج فيها الفايرول. اما الشبكات اللي ممكن تكون مسلا موجود في انترنت كافي او في كافية عموما ودخلت على الواي فاي بتاعهم وبالتالي هنا محتاج انك تشغل الفايرول بتاعك في الشبكات البابليك لانك مش ضمنها. اقول له بعد كده اوكي بص كده هتلاقي افلي قال لي انها اوف طبعا انا ما بفضلش انك تقفله عموما فلازم يكون شغال في وبالتالي اتنين زي كده. طيب مهم جدا ان ده برضو ممكن يمنع برنامج عندك انه يتصب الانترنت او يمنع برنامج عندك انه يجي له اتصال من برة من الانترنت تعليم. لان البرامج اللي موجودة عندك على اجهز الكمبيوتر هوات تستخدم الشبكة. فممكن ده يمنع البرامج انها تطلع عالشبكة او تشوف الشبكة. زي معظمنا ما كان بيلعب يجي يخش يعمل شبكة هو اصحابه ويجي يخش علشان يدور عال عشان يلعب مع صحابه. فما يلاقيش الشبكة. هنا بيكون اللي موجودة على الجهاز الرئيسي اللي هو عامل ده بيكون شغال. فبالتالي لازم ساعتها يدخل على ده هنا ويسمح اللي هو عايزين يخليه يعدي الشبكة ويشتغل على الشبكة. طبعا زي ما احنا قلنا في حالة بيدخل هنا بيدور على لعبة ويعمل عليها علامة الصح قدام وبعد كده يحفظ الاعدادات بتاعه. طب لو البرنامج بتاعنا مش موجود هنا ممكن اجيه من هنا. اللوء نظر وبدخل على الكمبيتر بتاعي وبختار البرنامج اللي انا عايز اسمح له ان هو يستخدم الشبكة او يتخطى الشبكة. تمام? زي ما اتفقنا. لو عندي برنامج مسلا زي كورتانا ده مسلا اقدر بكده بالشكل ده اسمح له ان هو بس يستخدم الشبكة. وممكن كمان هنا لو عايز اخليه استخدم ادي له علامة الصحة دي. لو عايزه ما يستخدمش الاتنين او ما طلعش خلص عموما اهو. بشيل علامتين الصحة دول كده. تمام? لكن لو ديت له علامة الصحة دي كده كده بصبح له ان هو يستخدم بس لكن ما يشتغلش عليه وهكذا. تمام? بعد ما بخلص خالص بقول له اوكي هنا وبحفظ الاعداد بتاعك. مهمة جدا تعرف ان ده مش بيحميك من اسهائة استخدام يعني انت لو مسلا لو الشبكة بتاعتك انت عامل فيها بس وردات ضعيفة ومش قوية. هو مش يحميك. هو ما بيحميش المغفلين بصراحة يعني. لو انت عامل الواي فاي بتاعك اللي في البيت او في الشبكة بس ورد عبيت واي حد اختاركه. الفايرول مانوش زنب هنا انت اللي غلطان مش هو يعني. برضو الفايرول مش بيحميك من اخطار اللي هي الغير تقنية اللي هي الهندسة الاجتماعية اللي تكلمنا لها في اول درس خالص. اللي هو حد دخل سرق ملفات من عندك من جهاز بتاعك. حد ولع في السيرفر. حد دمر لك سيرفر خالص. دي كلها حاجات بتحصل. ما له يجزعه بيه هو الفايرول. الفايرول اللي يجزعه هنا خالص. فايرول كل اللي دوره وانه يحمي جهازك او شبكتك من الاقتراق الخارجي. كمان الفايرول مقدرش يمنع المستخدمين اللي جوه الشبكة من هم يروحوا على مواقع مدفيروس او مواقع مش كويس. احيانا بعض الفايرولز تمنع كده انه حتى وانت دخل على موقع مدفيروس او عليه حاجة ضر بيمنعك احيانا. ولكن مش دايما انه يعمل كده. انت بقى حر بقى. لان هنا بقى دور الموظف بتاع الاي تي ان يواعي الناس اللي في الشركة يا جماعة ما تخشوش على مواقع مش مضمونة. لان ممكن تحمل فيروس يدر جهازك ويدر الشبكة كلها. حيتكلم بقى دلوقتي عن الجزء التاني من درس النهاردة هي الشبكات اللاسلكية. معظمنا طبعا في البيوت عند راوتر في البيت او اكسس بوينت وبيستخدم الشبكة بتاعته وطبعا بيبقى الشبكة دي معمول لها النهاردة هنعرف اهمية تشفير الشبكة دي واهمية او الفرق بين انواع التشفير اللي موجودة في الشبكات دي. لو جيت عندي كده على سبيل المسال ده الراوتر بتاعي انا اللي انا بستخدمه اللي انا هعمله وهوره لك دلوقتي في ناس هتجربوا عندنا في بيت قولي يا باش مهندس النفس الاعرارات دي مش موجودة عندنا يا جماعة هتختلف من راوتر للتاني ممكن تكون موجودة عندك بس في مكان تاني يعني في نفس الراوتر بس يعني الواجهة تاعة راوتر مختلفة فمش لازم تكون نفس الواجهات كلها عند كل الناس زي بعضها. لو دخلت على الراوتر بتاعي كده دخلت على الارت بتاعته. وعملت لوجين. وتعالي اتخل كده على شبكة اللي هي طلع شبكة اسمها طارق. شبكة لات نوع التشفير بتاعها ده نوع من انواع التشفير اللي موجودة عندي في اه تشفير شبكات الواي فاي. وهنا حالة الشبكة دي شغالة. وطبعا اقدر اغير فيها من هنا. هنا ممكن اغير الباسورد بتاع الشبكة بتاعتي وهنا ممكن اغير نوع تشفير الباسورد بتاع الشبكة. لو فتحنا كده نوع تشفير بتاع باسورد الشبكة هلاقي عندي تلات انواع موجودين هنا هو. النوع الاولاني اللي هو وهو اختصار والنوع التاني اللي هو وهو اختصار لكلمة بدون دخول في تفاصيل كتيرة بين النوعين دول فبس ان عادت تعرف ان ده نوع من عنواع التشفير ولكنه غير قوي ضعيف شوية لان طبعا في التشفير بنستخدم خوارزميات فطبعا الخوارزمية بتاعت مش قوية شوية بعض البرامج والهكرز ممكن يخمنه الباسورة بتاعك لو انت مشفره بالتشفير اللي هو لكن عندي في الانواع التانية عندي ده ده في منه نوعين من غير اتنين دي كده خالص اللي هو النوع الاول اللي طلع منه وطلع منه بعد كده النوع التاني اللي هو فاحنا عندنا نوعين من عموما اقوى من اقوى منه في التشفير تمام? وال اقوى من اللي هي من غير اي حاجة خالص طيب في منها نوعين اللي هو اللي هو البي اس كده البي اس كده والانتربرايز اقوى بس ده بيستخدم بقى في حاجات اجهزة واي فاي قوية شوية لكن انت عندنا في البيت هتلاقي كلكم عندكم البي اس كي والبي اس كي قوي جدا على فاكرة في تشفير فدائما نخلي بالك انك تستخدم تشفير من نوع بي اس كي ده اقوى نوع التشفير انا عندي هنا اهو 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 موجود اهو في الراوتر بتاعي يبقى زي ما قلت لك عندنا ده اضعفهم الاقوى منه شوية الاقوى من هو ده اقوى شوية في التشفير فانت لو عندك الجهاز الوفاية بتاعك فحاول تخلي التشفير بتاع الوفاية يكون عشان يكون قوي وعشان البرامج بتاعت الهكرز انها بتخمن بسواردات وكلا ما تعرفشぐ تجيب البسورد اي ده اسم الشبكة بتاعتي هنا مسمى الشبكة بتاعت الوفاية بتاعتنا مسلا اسمها طارق ممكن تغير اسمها زي ما انت عايز وهنا برضو بتحط اللي هو البسورد بتاع الشبكة بتاعتك هنا ممكن تحط اي بسورد زي ما انت عايز ولكن طبعا لو انت مستخدم تشفير فانت ما ينفعش قل البسورد هنا عن تمان حروف وارقام لازم يكونوا تمانية. اقل من كده ما ينفعش. هنا بلاقي عندي حاجة اختيار اسمه ده كده لو عملت كده معناها ان شبكة الوافية بتاعتها هتبقى شغالة وبتبس بتبس الوافية ولكن الاسم بتاعها مخفي. اللي هو اسم طارق ده مخفي. وهتظهر لك شبكة كده من الشبكات هنا كده مسلا هتلاقي زهر لك شبكة ملاهاش اسم. فانت عشان تخش عليها بتروح ايه? تطلب منك الاسم. روح حط الاسم اللي هو طارق. وعلش هتطلب منك الباسورد. طبعا هي دي نوع شوية من حماية الشبكة انك بتخلي شبكتك مخفية مش اي حد يخش عليها. عشان مش اي حد يختاركها. ولكن الناس القوية في الهكر والحاجات دي كلها ممكن يقدر يوصل لها برضو بسهولة باستخدام برامج تدع تكشف اسم الشبكة. ولكنها تفضل برضو خيار مهم وكويس انك ممكن تخفي الشبكة بتاعتك عشان محدش يعرف ان عندك شبكة بالاسم ده مسلا يعني. في فرق بينها وبين الديول هنا لما بعمل الاس اس اي دي كده بخلي الشبكة شغالة ولكن الاسم بتاعها مش ظهر. لكن لو عملت كده انا بوقف الواي فاي كله. كده انا بخلي الراوتر بتاعي ما يطلعش اي واي فاي اصلا. بمنع الشبكة اللي هبص حتى هنا هتلاقي مش قادرة اغاير اي حاجة. مش قادرة اغاير اسم الشبكة ولا اغاير بسودة لأي حاجة خلاص لانه وقفت اصلا الواي فاي كله على بعض. في فرق بين الاتنين لازم تاخد بالك منهم كويس. هنا لو دخلنا بعد كده. على الاختيار اللي هو ده مهم جدا جدا لحماية شبكة بتاعتك. لو انت مفكر ان عندك مسلا حد بيخترق الواي فاي بتاعك وبيستغل انترنت بتاعك وبيستهلكوا بالكلام ده كله تقدر تحمي الشبكة بتاعتك باستخدام ده. ايه هو ده? كل جهاز في العالم بيتوصل على الشبكة. فليه حاجة اسمها ماك? جهاز الموبايل لي ماك. جهاز الكمبيوتر كارت الواي فاي لي ماك. كارت اللان العادي اللي بتحط فيه كابل الانترنت العادي لي ماك. ماك ادرس. فكل الجهاز بتوصل على شبكة لي ماك ادرس. ماك ادرس ده بيكون موحد للجهاز ده بس. مفيش حد تاني في العالم بياختو. على مسلا نشوف عندي على سبيل المسال لو دخلنا هنا على الشبكة بتاعتي. دي كلها كروت شبكة موصلة على الجهاز بتاعة. طبعا فيه من نوم البلوتوس ما يخصني جلوقتي ده انا عندي كارتين شبكة واي فاي مسلا اهو ده وده. لو دخلت وعندي كزا كابل او كزا كارت انترنت تعاديين اهو. ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. هما دول. لكن تعالي اتكلم مسلا على كارت الواي فاي اللي موجودة على جهازي اللي بدخل بيه باستخدام الواي فاي. لو دخلت عليه كده دخلت على حلقة هنا ظاهر لي ده هو بتاعي. اي جهاز بتوصل على الشبكة بتسجل على الراوتر او على المتوصل عليها بتاعه ده. اقدر انا بقى من القائمة اللي ورت لك من شوية اللي هي القائمة دي دي اقدر امنع اجهزة انها تخش الشبكة بتاعتي. يعني مسلا على سبيل المسال لو جيت كتبت بتاعي ده كده. اللي انا طلعته من شوية هنا ده. كتبته في القائمة دي كده شغلتها طبعا وعملت يعني اي جهاز مكتوب هنا امنعه ان يخش الشبكة. حتى لو معه البسورد بتاع الشبكة. يعني لو بديت البسورد لي نفسه وقتل قود البسورد اهو. بس انا حضرت بتاعه هنا في قائمة دي كده. معناها انه عمره ما هيعرف يخش على الواي فاي او يدي له انترنت. هيفضل يحاول يكوننكت وكل شوية الراوتر يتروده تاني. مش هيتوصل خالص. لكن لو عملتها كده فانا بقول اسمح بس الاجهزة اللي انا هضيفهم هنا عندك هنا هم دول اللي يخشوا على الشبكة بس. اي جهاز تاني في العالم مع البسورد بتاعه وحاول يخش امنع ان يخش. فهنا نعرف الفرق بين القيمتين دول. اللاو بسمح بس للاجهزة المكتوبة هنا انها تخش على الانترنت بتستخدم الراوتر بتاعي. وديناي بمنع الاجهزة دي بس انها تخش على الانترنت واي جهاز تاني غيرهم يقدر يخش على الراوتر بتاعي عادي تراهم على البسورد. تمام? لكن لو عملتها كده بوقف الخاصية دي خالص اصلا. لا بعمل اللاو ولا ديناي. فانت لو عندك في البيت عايز تسمح الاجهزتك انت بس الشخصية انا تخش على الراوتر بتاعك. بتشغل اللاو ده. وبتجيب الماك ادرس بتعطي اجهزتك اللي هو موبايلك الكمبيوتر وكل حاجة بتضفهم في قيمة الماك فلتر هنا وتقول له بعد كده ابلاك. كده بس اجهزتك انت بس اللي هتخش على الراوتر ده وتستخدمي الانترنت. تمام? طبعا بعض الراوترات بتسمح لك انك تشوف الاجهزة المتوصلة على الراوتر بتاعك في الوقت الحالي. يعني مسلا على سبيل المسال هنا روتر بتاع ده لو دخلت على دي كده. ودخلت هنا على. حلقة عندي هنا جهازين متوصلين اللي هو موبايلي واللابتوب بتاعي. متوصلين هم هم الاتنين. وهنا ظهر لي الماك فلتر بتاعات كل اللي جهاز فيهم اهو. ده الماك فلتر بتاع الكمبيوتر وده الماك فلتر الموبايل. ممكن كمان اقدر عمل له من هنا اهو. ممكن عمل له من هنا امنعه ان يقش على الراوتر بتاعي حتى لو معال بسخورة بتاعه. فانت مهم جدا ان تراجع كل شوية قيمة الاجهزة المتصلة عندك على الراوتر بتاعك. طبعا ممكن تلاقي الراوتر عندك مختلف عني. مش لازم تكون في نفس المكان ده. فانت كل شوية لازم تراجعها وتشوف الاجهزة المتوصلة معك على الراوتر بتاعك ده. اجهزة تخصك ولا اجهزة مش تخصك وحد مختلف الشبكة بتاعتك. مهم جدا تعرف ان الشبكات الغير محمية معارضة للخطورة. انها ممكن حد يهكرها يهكر الداتة اللي عليها يسرقها وكل حاجة. كمان ممكن حد يقف في النص في الشبكة بتاعتك. الشبكات الغير محمية يسرق بسورداتك كمان. يعني لو شبكتك غير محمية سهل جدا حد يسرق بسورد الفيسبوك بتاعك ايميلك اي حاجة. لانه بيكون وقف في النص بيشوف اي داتة معادية. يحاول يفك تشفير بتاعها وياخد منها البيانات اللي هو عايزة. ممكن بالصدفة انت تكون تدخل على فيسبوك. يعرف يوصل للبصور بتاع الفيسبوك بتاعك. فمهم جدا انك تأمن بتاع شبكتك لانه مصدر خطورة طبعا برضو حاجة مهمة كمان انك توقف هي خاصية كويسة الاتصال بالاجهزة على الراوترات بتاعتنا بسهولة يعني ولكن انا بفضل انك توقفها لان اوقات لها برامج بتساعد في الاختراك فانت الافضل لو عندك في الراوتر بتاعك او تعمل لها عشان في بعض البرامج بتختاركها وبالتالي احنا محتاجين ان احنا نقافها عشان ما يحصلش عن عن طريقها اختراك وهي استخدامها مش شائع ومش كتير يعني فالافضل انك توقف يعني. دلوقتي بقى هنتكلم عن نقاط الاتصال اللاسلكية الشخصية. ليه? طبعا كلنا عارف ازاي شغل على موبايل. اللي هو لو انت موبايلك في شريحة انترنت او عليها وعايز تشغل منها اللابتوب بتاعك او موبايل اخوك. بتخش عندك على الموبايل في الاردات وفي حاجة بتلاقي اسمها بيدفع عليها. وبتعمل دي طبعا بتختار اسم الشبكة بتاعتها. وبتظهر شبكة عندك في المكان. ممكن تدخل عليها باستخدام اللابتوب او باستخدام موبايل تاني. بتلاقي اسم الشبكة بتاعتك زهرة. تدخل عليها بيطلب منك الباسورد. تحط الباسورد اللي انت حطيته. وكده انت توصلت لشبكة دي على موبايلك. تقدر تستخدم الانترنت لو هو طبعا عليه انترنت تستخدم الانترنت وكل حاجة تمام. ممكن كمان تتوصل بالهوتسبوت ده وتستخدم الانترنت اللي عليها عن طريق البلوتوس. لو انت شغلت البلوتوس في موبايلك او في اللابتوب وموبايل وتوصلت بينه وبن بعض باستخدام البلوتوس تقدر برضو تنقل الانترنت باستخدام الخاصية دي لو انت مفاعل الهوتسبوت. ممكن برضو باستخدام الكابل بتاع بتاع الموبايل نفسه. لو وصلت الكابل بتاع الموبايل نفسه وانت مشغل خصيط البس طبعا يكون اللابتوب بتاعك عالية تعرفات الموبايل بتوصل الموبايل بكبل في اللابتوب بتاعك يقدر ساعتها يستخدم الانترنت اللي موجود على موبايلها. طبعا عشان توقف التاني بتخش على الاختيارات عندك الموبايل بتاعك وبتعمل وتقفل خالص او تقفل لو انت كنتم استخدم البروتوس او او تشيل كبل لو انت كنتم استخدم كبل اليسوي. وفي كده نكون وصلنا لنهاية الدرس النهاردة ان شاء الله هسألناكم في درس جديد. ما تنساش تعمل الاشتراك في القناة ولايك وشير الفيديو ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.